بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية إن شاء الله بحول الله وقوته غد نحط لكم وصفة خاصة بالحرمل الوصفة الثالثة للأبناء اللي تيبكي أو الأبناء اللي يالله مزيودين تيكونوا يالله زيدين ما عندهم الشهر ولكن تيبكي ما بين الأوقات وتيقول لي لونه أزرق الولد اللي تيخاف في الدراسة البنت اللي تتخاف في الدراسة تكون كبيرة ولا صغيرة تبخر بهذا الحرمل أما الناس اللي عندهم أبناء صغيرين وتيبكي وما بالأوقات تيكون إما شاف شي حاجة وإما شم شي حاجة إذن الحرمل هو تيعطيك واحد طاقة في البيت وتيطهر البيت من الشياطين إذن ناخد الحرمل واحد الكمية دي الحرمل بالنسبة يبقى عندي ديمة بالنسبة للدريلة شتو تيبكي أو شتو ما قادر شين عس أو ينام غادي نبخروا ما بين الظهر والعصر هذا هو التبخير دياله أم ولا الصبح إذن ناخد واحد الكمية خمسات دراهم كافية نخليها في واحد السريرة وندير معها شوية شبة غادي إن شاء الله الوقت اللي يبكي الولد ولما الإبن أو البنت تيبكيه غادي ندوز عليه وأنا سنقرأ عليه صورة الفلق سبعة المرات وصورة الناس سبعة المرات وغادي نقرأ آية الكرسي للتحسين سبعة المرات وغادي نقرأ صورة الكافرون سبع مرات وغادي نقرأ اللهم أنت الشافي وأنت العافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقامة اللهم شفيه ابني من جميع العوارد اللهم شفيه من جميع العوارد وغادي نفتع له نفتع للإبن على الرأس دياله وعلى الصدر وعلى الظهر وعلى الرجلين نفتع له وهذا الحرمل غادي نحطه إما في مقلات وإما في مجمر فيه الفحم وغادي نبخر الإبن ديالي سبحان الله مدة ثلاثة أيام غادي تحسي بالإبن ديالك عنده تحسن وما بقاش يبكي هاد سيغا حتلاح بواحد إنسانة حتلاح لي تعليق إن الإبن ديالها تيزراق منتي يبدي يبكي تيزراق إذن تتكون عندهم القرينة القرينة هي تديره كاك إما شم شي حاجة وإما شاف شي حاجة ولا شم شي استعمال بحل الريحة ديال تكون ريحة غير لائقة شي سحر أو شي حاجة دري أو الإبن تيبقى يبكي إذن إلى عجبتكم الوصفة لابد تخليوا لي لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر